السلام عليكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وصفتنا النهاردة عناعمل مع بعض التومية باسهل طريقة بدون بيت بدون مايونيس وبطريقة سهلة خالص ومكونات بسيطة جدا تعالوا بقى معايا داخل الفيديو عشان نعرف احنا عملنا التومية الحلوة دي ازاي خليك معايا هي دي مكوناتي تلات مكونات فقط انا معايا كده ايه نص راس من التوم اتعشريها بقى اي نوع تم انت بتستخدميه ونص كوباية كده من الزيت اهم حاجة يكون نوع الزيت كويس وآآ تلات لمونات كده عصير تلات لمونات طبعا عايزة تزودي كمية عن كده مفيش مشاكل بس انا قلت ايه اجرب كده ايه في نص راسه المهم بقى في الكبه بتاحتك في المطحنة وفي الخلاط يعني ممكن تستخدمي التلات حاجات دولة ابتدي كده ايه 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 اديها ضربة كده بسيطة وبعد كده حابدا انزل عليها آآ بعصير اللمون اللي عندك ابتدي بقدربي كل الخليط كده بتاع التوم كده آآ الطحن خالص وبقى آآ كريمي المهم بقى الخطوة اللي هي اللي بعد كده اللي هبتدي انزل بالزيت بتاعك بشوية بشوية يعني مش هحط كمية الزيت كلها مرة واحدة شوية كده نقطتين تلاتة وابتدي ايه اضرابيها كده لو سلام بقى لو هو في الخلاط او لو كبه عندك يعني عتكون اسهل طريقة بس انا آآ عشان عملها في المطحنة دي فكل شوية اشيرها وابدأ انزل فيها شوية بشوية من الزيت طريقتها سهلة مكوناتها بسيطة وفي نفس كل المكونات الحلوة الزيتة عندك في قلب البيت زي ما قلتلك كده لحد ما تلاقي القوام يتقل معاك وتلاقيه كريمي عايزة تلقيه عن كده ما فيش مشاكل ما تزوديش كمية الزيت اللي عندك الرشة كده بسيطة من الملح وابتدي ايه قلبي كل الخليط الحلو ده مع بعضه وبعد كده اول ما تحطيه في التلاجة هيبتدي يتقلق الخليط معاك كمان وكمان بس كده هي زي كانت وصوتنا سهلة ولازيزة سارة التحديد وعتستخدميها فيه جميع انواع السندة وتشايف ما تنسيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم